النهاردة رحلت الفنانة الجميلة سوسن ربيع بعد إصابتها بفيروس كورونا عن عمر 59 سنة الممثلة سوسن ربيع وجهها يمكن معروف أكتر بكتير من اسمها لأنها كانت مشاركة في أفلام كتير جداً مع أساد ذا كبار سينمائياً كانت موجودة درامياً وطبعاً على المستوى المسرحي من أشهر ما قدمته وأنها حقاً عائلة محترمة اعتزلت التمثيل بعد أن وضعت بصمتها في الكثير من الأعمال الفنية وعادت مؤخراً بشكل كده سريع وقدرت أنها يعني توفق في أعمال كتير وفي النهاية طبعاً مسرحية المتفائل كانت آخر أعمالها على المسرح القومي طبعاً هي أساساً بدايتها وهي طفلة في برامج الأطفال في التلفزيون اشتركت في تقديم قصص برنامج حياتي من أشهر برامج التلفزيون لتدولة الأحوال الاجتماعية شاركت في مسلسل برج الحظ اللي عرف طبعاً بشخصية شرارة ده كان اسمه أساساً وكانت دي شخصية بيقدمها الفنان الراحل محمد عوض رحم الله الفقيدة ترجمة نانسي قنقر